مجاز إخباري جديد يأتيكم بآخر تطورات المحلية والدولية من موقع صد البلد أهلا بكم أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع مدارس الجمهورية وشددت خلالها على إلزام جميع مدارس الجمهورية بتخصيص الحصة الأولى وجزء من طابور الصباح اليوم في أول أيام العام الدراسي الجديد عن انتصارات أكتوبر وفضل الشهادة في سبيل الوطن وجهود القوات المسلحة وتتابع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم فعالية انطلاق الدراسة بالعام الدراسي الجديد في مدارس 12 محافظة الآن وفي نفس السياق أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنية أنه على جميع أولياء الأمور أن يثقوا في إجراءات الدولة المصرية وذلك لجعل العام الدراسي الحالي عاما آمنا يحافظ على سلامة الطلاب صحيا وتعليميا وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنية أن الوزارة مهتمة جدا باستكمال عدد ساعات الدراسة في العام الدراسي الحالي وذلك حفاظا على طلاب تعليميا وتثقيفيا ولا مجال لتقليل مدة الحصص الدراسية نهائيا صرحت منار غاني متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية أن تقص يوم يشهد حالة من الاستقرار التام وذلك تصل درجات الحرارة اليوم إلى معدلاتها الطبيعية وأكدت أن درجات الحرارة اليوم تشهد ارتفاعا ملحوظا حيث تصل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 30 درجة مأوية والسواحل الشمالية تصل إلى 28 درجة ومحافظات شمال الصعيد 32 درجة ونوهت أيضا بأن محافظة جنوب الصعيد تشهد ارتفاعا واضحا في درجات الحرارة حيث تصل إلى 38 درجة مأوية متابعة أن تقص اليوم شديد الحرارة على تلك المحافظات خاصة خلال ساعة النهار أعلنت السلطات المحلية في الكونغ الديمقراطية اليوم السبت أن أكثر من 100 شخص قضوا نحبهم في غرق مركب في نهر الكونغ ليلة الاثنين الماضي وعثر حتى مساء أمس الجمعة على جثث 51 شخصا مفقودا فيما يعتقد أن 69 شخصا في عداد المفقودين وذلك وفق المتحدث باسم حاكم إقليمونجالا شمال شرقي البلاد نيستر ماجابادو وأوضح ماجابادو أن المركب كان عبارة عن 9 زوارق آلية متصلة ببعضها البعض ورأى أنه قد يكون غريقة بسبب الحمولة الزائدة وسوء الأحوال الجوية ليلة وإلى الشأن الرياضية حيث أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات صرف نصف مليون جنيه لكل لعب بالفريق الأول لكرة القدم وهي مكافأة الفوز باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا والذي حققه أبناء الرداء الأحمر على حساب كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا إلى هنا انتهى مجازنا الإخباري المزيد من تفاصيل لزور موقع صد البلد الإخباري شكرا معنا في المتابعة وإلى اللقاء